موسيقى هذه المدرسة لها قصة طويلة تأسست سنة 2000 بدأت في جامعية حماية البيئة وكانت مدرسة فنية غنائية مش اكتر وتعليم محومية وبعدين نقلت جامعية الزبالين من 2000 إلى 2004 اشتغلت في شوية فن ودراما ومزيكة لغاية ما اتعاملت جامعية روح الشباب 2004 نقلت المدرسة لها دكتورة ليلة هي الأسست المدرسة نقلتها لها عشان جامعية روح الشباب كانت مؤمنة بفكرة إعادة التدوير وكان فيه اتفاقية بين جامعية روح الشباب وشركة من الشركات المنتجة للشامبو فيه أربع عنواع شامبو كانوا بيتغش تجارين كان فيه ناس يأخذوا العبوات البلاستيك ويغشوا تحت تدوير السلم ويبعوه فجامعية روح الشباب عاملت اتفاقية مع الشركة المنتجة للأربع عبوات دول أو أربع نوع وقالت لهم إيه رائيوكم لو تعلموا ولادنا الإراءة والكتابة ونحملكم المنتج بتاعكم وساعتها اليونيسكو مؤسسة اليونيسكو ياللي دفعت تكاريف تأسيس المدرسة والكسارة اللي انكسر فيها العبوات الشامبو وشركة الشامبو كانت تدفع كل سنة فلوس 70% منها لعبوات الشامبو اللي امها بسعر والولاد يسلموها بضبل يعني لو اللعبوها بريال يسلموها بربعين عشان يكسبوا وعملنا منهج عملت هولنا الدكتورة الليل اسكندر يعلم الولاد الإراءة والكتابة من اللعبوة نفسها والشامبو وأنواعه والألوانه فبقت learning and earning يعني يتعلم ويكسب وبعدين يتخرج ياخد شهاتمح والأمه يتخرج حيكونت داخلة فيه لوحة عليك الشمال فيها صور كتير قوي دي مجموعة من الأولاد اللي اتخرجت فكل فترة كل مجموعة تتخرج نعمل لهم لوحة ونعلقها المعظم اللي كانوا بيخش المدرسة من 2004 لغاية السنة اللي فاتت بس مش بالمدارس دلوقتي لما بروكتور وجامبل او الشركة بتاعت الشامبو بطلت تموّلنا وقالت انا مش مهتمة يعني وما حتش بيرش المنطق خلاص حاولنا المدرسة لتعليمية للأولاد اللي في المدارس ممكن يتعرضوا للتسرب لانه ما همش فلوس ياخدوا دروس خصصية ما همش فلوس ياخدوا مجموعة فبنعملهم استذكار هنا واللي مش متعلم فيه جزء مش متعلم وعاوز يتعلم واخدوا معهم ما بنعلمه في الكياس جوه يقوم الكياس ويكسب منها برضو learning and earn يقوم الكياس وفيه شركة اسمها عملينها بنات حلوين مصريين كده بياخدوا الكياس دي ويشكلوها شنط ويبقوها بأسعار كويسة جدا من الساعة 9 الصبح الثمانية بالليل ما فيهاش إهانة، ما فيهاش ضرب، ما فيهاش زعيق بتؤمن بحرية الولد والبنت ومدرسة براكتكال يعني عملية يعني اللي بيتعلمه في القرية والكتابة في الترابيزة مع القبلة بيطبقوا ياما كمبيوتر ياما منتصوري عندنا كرال الولاد بيغنوا أغاني شعبية حلوة بتاعت الشيخ إمامه وأغاني فولكلور مصرية عن المحبة والتعاون والسيرز الهلالية عندنا مسرح بنعمل مسرحيات عن تاريخ الزبالين أنا بكتب مسرحيات شعرية عن الزبالين وهم بمثلوها على أسر الثقافة وفي سيئة الصاوي وفي مركز الفستات عندنا حاجات كتير وتعمل عندنا فيلم عالمي خاد جوائز عالمية اسمه جاربش دريمز أو أحلام الزبالين موسيقى إحنا كنا في الأول شغالين مع الأولاد الهامة متسربة بالتعليم كنا بلدي محومية دلوقت الموضوع وسع وكبر أكتر بقينا شغالين كانوا مع أولاد المدارس بيجوا هنا بعد مدرساتهم بنعمل في السلطة قوية بنذكر معهم الدروس والمحضان في المدرسة بنجا معهم والوغيبات بتاعتهم وبرنامة الصحة اللي هو معمول مخصوصاً بنشوف مضغط الولد الشخصية لو هو جاي مش نضيف بيدخل بيتشطف هنا بيتسنوش بأصدافه بندي تطعيم كتنص بالولد وأهنف البيان بأخذ دروس منا ما خلص دروس بأشتغل جوا في الحكياز بعمل واحد وحب عشر مدنة يعني بأخذ دروس عرب وحساب ومجنزة أنا ما كنتش عارفة أي حاجة في الكمبيوتر ما كنتش أصلاً بعرفش أغله إزاي بس جيت خد برنامج الورد وخد برنامج الإكسل وخد برنامج البورد يعني ما كنتش برضو بعرف أقرة كويس جيت هنا خد مح أمية موسيقى 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 موسيقى